شهد الرئيس السيسي افتتح عدد من مشروعات الاسكان بديل المناطق غير الامنة دعيا الجميع الى التكاتف من اجل الحفاظ على الاراضي الزراعية ووقفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تبادل الكهرباء بين البلدين حيث يستهدف انشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرس لتحسين امن الامداد بالطاقة وكذلك تحفيز التعاون الاقليمية اعلنت وزيرة التجارة وصنعان بين جامع ان الجناح المصرية المشارك بفعاليات اكسبو 2020 دبي شهد منذ افتتاح المعرض اقبالا كبيرا وزوار في تزايد مضطرد حيث تقطى عدد زوار الجناح حتى الان نحو 80 الف زائر من مختلف دول العالم لافتة الى ان الجناح المصري اصبح محط انظار اغلب زواره الاكسبو ادانة مصر بشد العبارات التفجير الذي استهدف مسجدا بولاية قندهار الافغانية امسا واصفر عن مقتل واصابة العشرات من الابرياء وتقدمت مصر بخالص التعازي الى الشعب الافغاني الصديق مؤكدة موقفها الثابت من ضرورة التصدي لظاهرة الارهاب والعنف والتطرف ومكافحة كافة اشكالها وسوارها اكد رئيس الوزراء اللبناني نجيم مقاتي ان الحكومة حريسة على عدم تدخل في اي ملف يخص القضاء مشددا على ان السلطة القضائية عليها ان تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من اجراءات كما شدد مقاتي على ضرورة الاصراع في التحقيقات الجارية لكشف الملبسات الكاملة لاحداث الطيونة واحالة المتسببين بهذه الاحداث الى القضاء المختص عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية على مخبأ كبير للعبوات النسفة وسواريخ كاتيوشا ومواد اخرى ضمن قطاع عمليات كاركوك وقالت الشرطة ان المخبأ يضم 11 تعبوة ناسفة واحد عشر صاروخا كاتيوشيا وصاروخي قاذفة وعدد من القنابل وسواريخ الاخرى تم تفكيكها واتلافها من قبل وحدة معالجة المتفجرات ضبطت الشرطة الاسترالية اكبر شحنة للهروين تم اكتشافها في البلاد حتى الان وتقدر قيمتها بنحو 104 ملايين دولار وعتقلت الشرطة مواطنا ماليزيا بتهمة قلب هذه المخدرات وقالت الشرطة الاسترالية انه تم ضبط الشحنة التي تزن 450 كيلو جراما في حاوية شحن بحري ارسلت من ماليزيا الى شركة في ميلبورن